شباكية بدقيق القمح الكامل والسمسم مقرمشة مورقة ومن أرواع ما يكون السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة ماريسة سارة حلوة الشباكية من أرقى الحلويات المغربية التقليدية سواء في المناسبات أو على مائدة رمضان المبارك وترافق غالبا الحريرة المغربية سأتقاسم معكم اليوم الشباكية بمكونات مختلفة بدقيق القمح الكامل والسمسم فمذاقها رائع جدا نسبة للمقادير سنستعمل كيلو من الدقيق الأبيض 250 جرام من دقيق القمح الكامل ملعقتين كبيرتين من الينسون أو النافع ملعقة كبيرة من القرفة نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين كبيرتين من الشمر أو حبة حلاوة 250 جرام من السمسم أو زنجلان المسخن قليلا في الفرن والمطحون جيدا نصف كأس من ماء الزهر نصف كأس من الزبدة المذابة كأس وربع من زيت الزيتون صفار بيضة ملعقة صغيرة من خمارة الحلويات مسك الحرة شعيرات من زعفران الحر وملعقة صغيرة من السكر السقيل والماء لجمع العجينة تقريبا 3 كؤوس صغيرة مرحلة الأولى سنقوم بوضع الدقيق الأبيض نضيف لها دقيق القمح الكامل نخلط جيدا ثم نضيف الزبدة والزيت ونخلط في نفس الوقت حتى يتلبس الدقيق جيدا بالزيت والزبدة المذابة سنقوم بدق شعيرات زعفران الحر ونضيفها لماء الزهر ثم نقوم بهرس لمسك الحرة نضيفها مع سكر سقيل ونضيفها للخليط سنضيف كل المكونات الجافة من ملح ينسون قرفة شمر وسمسم ونخلط الكل جيدا نضيف خميرات الحلويات خلاة ماء الزهر والزعفران الحر نضيف أصفر بيضة والخل مقدار قوقعة بيضة مرتين نضيف تقريبا ثلاث كؤوس صغيرة من الماء تدريجيا لجمع العجنة ونقوم بدلكها جيدا حتى الحصول على العجنة لينة موسيقى بعد جمع العجنة سنقوم بتقسيمها إلى كويرات صغيرة ونغطيها ونضعها لترتاح قليلا ليسهول علينا بعد ذلك تشكيلها سنقوم بفرد العجنة بعد ذلك بالشكل التالي يمكننا الاستعانة بآلات التوريق أو آلات المكارونة ونقطعها بعد ذلك إلى مربعات باستعمال الطابع المخصص للشبكية أو النعورة المسننة جرارة وذلك بعمل أربعة شقوق بالداخل دون الوصول إلى حافة المربع سنضع الشريط الأول فوق الثالث والثالث فوق الخامس ثم نضغط جيدا على رأسي المربع المتقابلين من الجهة السفلة ونمررهما في الوسط بالشكل التالي وللتعرف على مزيد من التقنيات وطريقة التشبيك الذي سبق وشاركتها معكم في فيديو سابق لشبكية اللوز تجدون الرابط في صندوق الوصف وبعد الانتهاء من التشبيك سنغطيها ونتركها لترتاح على الأقل لمدة ساعتين بالنسبة لي فأن أشكلها ليلا وأطحيها في الصباح سنقوم بعد ذلك بتسخين الزيت جيدا ثم نقوم بقليع الشبثية حتى تأخذ اللون الذهبي من الجهتين ونضعها بعد ذلك مباشرة في العسل وهي ساخنة ونتركها حتى تتشرب جيدا العسل ثم نرفعها منه ونضعها في مصفات لتتقطر جيدا ثم نضعها في طبق التقديم ونرش عليها السمسم المحمص وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الوصفة أتمنى أن تنال إعجابكم وتشاربونها وتشاركونها مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة وأتمنى لكم رمضان مبارك كريم وأسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم فيه إلى ما يحبه ويرضعه ويجعل لنا ولكم نصيبا من الأجر وكل عام وأنتم بألف خير اتبقوا على خير مع وصفة جديدة إن شاء الله موسيقى